لذلك أنت الآن الشوط الأول فست باثنين هي فكرة عند ابن ذكري لم تنجح ليه؟ أني والله أبقفل في بداية المباراة وبعدين في الشوط الثاني أنا أبقى أبدع ويعني تعرف أنت الأشياء الخيالية هذه اللي قاعدة تصبح أنت قاعد تلعب قدام نادي النصر يعني المفروض أنك تلعب أكون أو لا أكون في لحظاتها التأفكار كلها تصير واضحة لذلك الشوط الأول ابن ذكري ما قام من على الخط جلس على الكرسي سيوم جاء الهدف الثاني طبعا ابن ذكري اللي نحن نعرفه اللي بغي يسرق الكاميرا عرفت؟ لأن الشوط الأول ما في شي يوم جاء الشوط الثاني وحس كذا بالنفس بدأ يجعل خط بدأ يتكلم على التحكيم وبدأ يتكلم وبدأ يعيش الدور اللي هو يعشقه ابن ذكري أنه يعيش اللقطة هالي هذه مباراة ابن ذكري هذه السي في حق ابن ذكري أصلاً اللي قاعد يكونه في الدور السعودي لأنه لو صار شيء في المباراة هذه بتشوف التصاريح والحكم وقد هزمنا وقد قمنا ما عنده يهبط الخليط ما عنده مش كبسام شيء في المباراة هذه هذه هي المباراة الأقضاء لذلك أنا ما أحب المدربين اللي بالسلوب هذا يعني أنت الشوط الأول أنت اللي يتحمل النتيجة اللي قصال عليه اللي أخدوط أنت محيط التوامبا محيط سياسين عاطينيها أنا لوني الحين يعني واحد محايد بيقول ليش يتحمل ماذا تبغى يسوي يعني أنت تقول عند قدامنا بعد التشكيل خطأ يا أبو بعد التشكيل خطأ بعد التشكيل خطأ حيط حيط توامبا توامبا ممكن جلس خط الدفاع كلها ورا شوف يوم نزل توامبا يوم نزل ياسين عاطية وطلع عيد المولد وطلع اللاعب الثاني الصغير محمد نايف شوف كيف صار أصبح لأن الفكرة اللي أنت دخلتها لللاعبين ارجعوا ورا وأنتم ما عندكم الإمكانية تكونوا ترجعوا ورا أساسا يعني ما ما عندك التكتيك الكامل أو ما عندك القوة أنك ترجع ورا أنا يعني أجد العذر لما عندك فريق مثلا زي الفيحة التكتيك هذا مطبق على طول وعارفين حافظنا أنفسهم بس تجي فجأة تلعب قد كانت تقول بس متى يجي متى يجي الهدف